لو مديرك في الشغل قال لك ان الشغل ما بيقابش على حد قوله ليه هي شركة مكبر من روسيا سلام عليكم عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان التحدي بين امريكا وروسيا وصل لمرحلة ان مين فينا اللي هيقدر الاول انه يحط انسانا على الامر وعرفنا كمان ان روسيا هي اللي كانت اكلة الجو طول ما راحل السباء هي اللي عملت اول صاروخ وهي اللي طلعت اول امر صناعي للفضاء وهي اللي طلعت اول كائن حي للفضاء وطلعت اول انسان للفضاء وهي اللي خلت اول انسان يعمل جولة في الفضاء خارج مركبة فضائية ومش بس كده ده هي كمان اللي وصلت للامر الاول وضرت حواليه وهي اللي هبطت على سطح الامر الاول عن طريق الروبوتات وصحيح ان امريكا هي كمان قدرت انها تعمل كل الكلام ده برضو لكنها دايما كانت بتجي متأخر بعد ما روسيا تكون سبعت واكلت الجو وخلت شكل الولايات المتحدة شبهة طالب الغشاش المهم يا سيدي اني بقى فاضل على نهاية السباء خطوات بسيطة ومن المعطيات اللي انا قلتها لك الوقتي انه واضح كده ان روسيا هي اللي هتوجه الضربة القاضية للولايات المتحدة الا ان سيرجي كوروليف المسؤول الاول عن برنامج الفضاء الروسي يتعب ويدخل المستشفى عشان يعمل جراحة في الكليا والجراحة اللي عملها تسبب مضاعفات تؤدي الى وفاته سنة 1966 وفي وفاة كوروليف الامور تتقزم في روسيا وتعال فكر فعا كده مع نفسك واحد كانوا رميونه في المعتقل وما خرجوهش الى لما احتاجوه فمن الغباء طبعا انه يخلوهم يستغنوا عنه فكان من الطبيعي انه ما يقولش اي حاجة يعرفها ولا يخلق كاودر تحته وبالتالي لما مات ماتت معا اصرار كتير كان من الممكن انه روسيا تستفيد منها ويقال ان المشاكل اللي كانت عنده في الكليا اساسا حصلت بسبب الفترة اللي اضاف المعتقل المهم يا سيدي اننا بقى بيننا وبنخط النهاية دلوقتي خطوات قليلة لاننا حرفيا زي معرفنا درسنا كل حاجة ممكن اننا نستفيد بها في رحلة الامر ومفاضلش بس صغير اننا ننفذ المركبة والصاروخ اللي هيقوموا بالمهمة دي والموضوع ده رغم اننا عملناه قبل كده كتير جدا ونجحنا الا ان الوضع المردي مختلف عشان نصمم مركبة تكون مجهزة انها تحافظ على حياة انسان في رحلة طويلة زي دي طبيعي جدا انها تكون الاضخم لان المفروض ان هيكون فيها الامكانيات اللي هتدعم الحياة لفترة طويلة من اكل وشرب واكسوجين وحمام ده غير انها كمان هترجع لالارض تاني وبالتالي محركاتها هتكون اضخم ووقودها هيكون اكتر وده طبعا هينعكس على وزنها والوزن ده هيخلي تصميم الصاروخ اللي هيقدر يشيلها هو كمان صعب هو كمان لازم يكون قوي عشان يقدر يهربها من جاذبية الارض وتبتدي المنافسة الاجبر بين امريكا وروسيا على تصميم المركبة والصاروخ وللوهلة الاولى قد تتخيل ان الموضوع ما فيهوش اي نوع من الابداع كبر يا عم حجم اي مركبة من اللي عملتها وزود وقودها وكبر كمان حجم اي صاروخ من اللي عملنا قبل كده الموضوع مش صعب الا ان الموضوع اعقد من كده بمراحل عن المرات يطلع انسان فلازم اضمن مبدئيا انه يوصل لوجهته بدون اي احتمالية ان الصاروخ او المركبة اللي احنا عملينهم يطلع في الفضاء وبالتالي الصاروخ اللي هيتعمل مش بس لازم يكون ضخم وقوي ده لازم يكون فيه نظام توجيه دقيق جدا ما يسمحش ابدا ان الصاروخ ينحرف عن مصاره لان اي انحراف عن المصار مهما كان بسيط جدا في البداية ففي النهاية الانحراف ده هيوديه في مكان مختلف تماما لان زي ما قلنا المسافة ضخمة ولا كثير رحلات لونة وسيرفيور خير ومثال على كده لونة مثلا عملنا بها 15 رحلة 6 منهم موصلوش للامر بنسبة خطأ 40% وسيرفيور عملنا بها 7 رحلات للامر اتنين منهم موصلوش يعني نسبة خطأ في حدود 30% ودي نسب مش مسموح بها ابدا في حالة الانسان واخد ملك ان المركبة والصاروخ في الحالات دي كمان كانوا اصغر والتحكم فيهم كان اسهل مش زي المركبة والصاروخ اللي احنا على ابواب اننا نصنعهم ثانيا للمركبات اللي احنا عملناها قبل كده كانت لما بتروح للامر ما كانتش بترجع دي كانت بترمي الروبوت على الامر وشكرا وما كانش فيه اي اهتمام مبلغ فيه بالسفتي لونة اتنين مثلا رمت الروبوت بتاعها على الامر وكأنك بترمي طوبة بدون وجود اي وسيلة عشان تبطص الصدمة ولونة 9 لما عملت هبوط سالس على الامر ده تم عن طريق ارباجات تفتحة وقت هبوط المركبة وده طبعا ما ينفعش في حد الانسان لانه مش هيتحمل الصدمة في الحالتين ثانيا بقوا ده الاهم ان انا عاوز ارجع الانسان ده تاني على الارض مش هرميه واسيبه طيب بلاش نعمل المركبة بتاعتنا شبه المركبات اللي طلعت بالروبوتات للامر تعال نعملها شبه المركبات اللي طلعنا بهم بشر للفضة ورجعناهم من جديد زي فوستوك وفوشكود وميركري وجيميني لا برضو مش هينفع لان المركبات دي لما كانت بترجع للارض من جديد كانت بتهبط على الارض عن طريق البراشوتات والهوا اللي في الغلاف الجوي هو اللي كان بيبطق من سرعة البراشوت وهو نازل انما على الامر مفيش هوا ففكرة الهبوط عن طريق البراشوتات مش هتبقى فكرة لطيفة بجانب ان البراشوت اذا كان بينزل بيك فهو مش هيتطلع بيك واحنا للاسف مضطرين نرجعك فها عند الموضوع صعب ومش بالسهولة لتتخيلها الا ان ناسا تيجي في دماغها فكرة عبقرية قالوا مش المركبات اللي قبل كده كانت بتاخد الرواد وتوديهم لمدار حوالين الارض وترجعهم من جديد؟ طب ما ناخدها ونكبرها ونعدلها ونزود بها الرحلة شوية وبدل ما يبقى مدار حوالين الارض تزود حبة وتاخد الرواد وتلف بيهم في مدار حوالين الامر والرواد ينزلوا ويخلصوا مهمتهم وترجعهم للارض تاني وحتى لو الرحلة المرادة كانت ابعد فكده كده الفضا مفهوش هوا يبطق من سرعة المركبة وبالتالي مش هتطر استخدم وقود كتير عن الرحلة اللي قام بها شفرد وبالفعل ناسا تنجح في انها تصمم المركبة اللي كانت عبارة عن وحدتين وحدة هيكون فيها المحركات وتنكات الوقود واللي هيسموها وحدة الخدمات او السيرفيس موديول ووحدة تانية اللي هيكون فيها الرواد واللي هيتحكموا منها في قيادة المركبة واللي سموها وحدة القيادة او الكوماند موديول عظيم جدا بس غالبا يا جماعة انتو كده مش واخدين بالكم حاجة بهمة الرواد دول هينطم المركبة وينزولوا على الامر ولا هيعملوا ايه بالزبط؟ قالوا ما احنا هنصمم جزء منفصل هتشيلوا المركبة وتوصل به في المدار اللي حولينا الامر والجزء ده هو اللي الرواد هيستخدموه في عملية الهبوط وبعد ما يخلصوا شغلهم يرجعوا يطلعوا به تاني للمدار حولينا الامر ويشبكوا في المركبة الرئيسية ويرجعوا تاني للأرض بدون ما المركبة الرئيسية تلمس سطح الامر وبالفعل ناسا تنجح في تصميم القطع اللي هيستخدموها في الهبوط على الامر واللي سموها الوحدة القمرية او اللونر موديول ومع ذلك فحتى باستخدام قطع منفصلة اللي هي اللونر موديول فالهبوط على الامر هيحتاج محركات قوية ووقود كتير لان زي ما قلتلك مفيش غلاف جوي وبالتالي مفيش اي حاجة تبطع من سرعة المركبة وهي نزلة غير المحركات عن طريق الدفع العكسي بس كالعادة عشان نوفر وقود ووزن لقدر الامكان اللونر موديول اتقسمت لمرحلتين مرحلة هتستخدم في الهبوط على الامر وسموها مرحلة الهبوط او The Descent Stage ومرحلة هتستخدم في الاقلاع من على الامر وسموها مرحلة الاقلاع او Ascent Stage وطبعا لازم تتوقع ان مرحلة الهبوط هي لي ستكون محركاتها قوية ووزنها يكون اتقل وده عشان تقدر توقف المركبة وتهبط بيها على سطح الامر في عدم وجود غلاف جوي وبعد ما هتعمل هبوط ناجح بالرواد على سطح الأمر هتنفصل عن اللونر موديول عشان يتم التخلص من وزنها وهتفضل على الأمر إلى الأبد ومش هترجع للأرض تاني لكن اللي هيرجع طبعا هيكون مرحلة الإطلاع اللي محركاتها هتكون أصغر ووقودها هيكون أقل لأن الهروب من جاذبية الأمر مش صعب لأن جاذبية الأمر ضعيفة وما فيش غلاف جوي يقف في وش المركبة وهي طالعة وعشان كده تقسمت اللونر موديول لمرحلتين بس مركبة ضخمة هتحافظ على حياة الركاب لفترة طويلة وكمان شايلة وحدة خاصة للهبوط على الأمر فمهما قدرنا نوفر في وزنهم ووقودهم فبرضو في النهاية وزنهم هيكون ضخمة جدا وهيحتاجوا لصاروخ قوي عشان يقدر أنه يهرب بيهم من جاذبية الأرض وبرضو ناسا تنجح في أنها تتغلب على المشكلة دي وتصمم الصاروخ ساترن 5 اللي كان طوله 110 متر يعني أطول من ناطحة سحاب مكونة من 36 دور ووزنه حوالي 3000 طن قد وزن 2000 عربية وقدروا أنه يولد قوة دفع مقدارها 34 مليون نيوتن قد الدفع اللي بتولده 250 ألف عربية في نفس اللحظة الصاروخ اللي برغم أنه تعمل في الستينات إلا أنه مزال الأكبر والأقوى حتى هذه اللحظة واللي كان بيتميز بنظام توجيه ضغط جدا هيحتاج حلقة لوحده كاملة عشان نقدر نحكي عنه فصاروخ ساترن كان أسطوري ونسا تسبق والأول مرة وتصمم المشروع بالكامل واللي تسميه أبولو على اسم إله ضوء الشمس عند الإغريق واللي كان عبارة عن المركبة اللي هتسافر بالوحدة اللي هتهبط على الأمر بالصاروخ القوي اللي هيشيلهم وفي 16 يونيو سنة 1969 ينطلق الصاروخ ساترن فايف من قاعدة كينيدي في فلوريدا وهو شاي للمركبة أبولو واللي كان جواها ثلاث رواس فضة اللي هما نيل أرمسترونج وباز ألدرين ومايكل كولينز وأثناء الرحلة يبدأ الصاروخ يحرر مرحلة وراء الثانية وراء الثالثة عشان يخلص من الوزن الزايد اللي معادش له لازمة ويوصل بالمركبة للصرعات اللي احنا محتاجينها وبعد ثلاث ساعات ورابع من الانطلاق يكون الصاروخ يتخلص من المرحلة الثالثة من مرحله وتشتغل بعد كده محركات المركبة عشان تاخد الوحدة القمرية وتسافر بيها في اتجاه الأمر وعند وصولها لمدار محدد حوالين الأمر نيل أرمسترونج وباز ألدرين يتوجهوا للوحدة القمرية عشان يستعدوا للهبوط بيها وكولينز يفضل لوحده جوا المركبة الرئيسية وبعد كده تنفصل اللونر موديول عن المركبة الرئيسية وتبدأ في عملية الهبوط وبعد رحلة مدتها 4 أيام من تاريخ الانطلاق تهبط اللونر موديول على الأمر بنجاح وينزل منها نيل أرمسترونج وباز ألدرين يجروا شوية اختبارات ويجمعوا عينات من الصخور اللي موجودة على سطح الأمر ويرفعوا العالم الأمريكي وقبل ما يمشوا يسيبوا شوية حاجات على الأمر تعتبر بمثابة الأثار اللي مازالت موجودة لنا هناك زي العالم الأمريكي وبعض الصور العائلية اللي خاصة برواد الفضاء والمعدات اللي استخدموها في إجراء الاختبارات بتاعتهم حتى أجسام الكاميرات اللي كانوا أخدينها معاهم يسيبوها هناك ويكتفوا فقط بأنهم ياخدوا الأفلام اللي صوروها على الأمر ويسيبوا كمان على سطح الأمر مرايا عكسة كانوا أخدينها مخصوص وهم طالعين من الأرض مرايا كانت مصممة مخصوص إنها هتعكس أي ضوء سقط عليها في نفس الاتجاه اللي سقط عليها منه على عكس المرايا العادية اللي في الغالب بتعكس الضوء في اتجاه مختلف وبالتالي المرايا دي لو صلطت عليها أي شوع ضوء من أي اتجاه فهينعكس ويرجع لك تاني لنفس المكان المرايا اللي فيما بعد بقينا نسلط عليها شوع لازر من الأرض فينعكس من عليها على الأمر ويرد لنا للأرض من جديد وبمعرفة الزمن اللي استغرقه الضوء عشان يسافر للأمر ويرجع تاني وقدرنا كمان نحدد المسافة اللي بيبعد بيها عنها الأمر كل فترة والمرأة دي ما زالت بتستخدم حتى اليوم المهم يا سيدي ان نيل أرمسترونج وباز ألدرين يتوجهوا تاني بعد ما يخلصوا شغلهم للونر موديول وينفصلوا عن مرحلة الهبوط ويسيبوها ويطلعوا بمرحلة الإغلاع عشان يوصلوا للمركبة الرئيسية اللي موجود فيها كولينز ويشبوكوا معها وبعد كده يتنقل ليها أرمسترونج وألدرين وياخدوا معهم العينات اللي جمعوها من الصخور والنتاج اللي وصلوا لها وبعد كده يتم التخلص من مرحلة الإغلاعية كمان ويتوجهوا بالمركبة الرئيسية نحية الأرض وقرب الغلاف الجوي للأرض تنفصل عن المركبة ووحدة الخدمات لأننا خلاص ما قدناش محتاجينها ويهبطوا بوحدة القيادة أو الكوماند موديول في الغلاف الجوي للأرض وعلى ارتفاع 3 كيلو من سطح الأرض تفتح البراشطات عشان تبطأ من سرعة المركبة لحد ما تنزل في المحيط عشان تنتهي المهمة وتعلن لأول مرة تفوق أمريكا ومن المفرقات العجيبة أثناء هبوط رواد أبولو على الأمر تكون المركبة الروسية لونة 15 بتدور حواليه وبتحاول إنها تهبط على سطحه لكن أثناء هبوطها تفشل وترتطم بالأمر وتنفجر عشان روسيا بنفسها تكون بترائب اللحظات الأخيرة لهزيمتها في السباق طب وروسيا في الفترة دي أصلا كان إيه وضعها؟ روسيا يا سيدي في الفترة دي كانت قدرت هي كمان تصمم المركبة بتاعتها اللي سمتها سويوز واللي معناها بالروسي الاتحاد أو التحالف لكنها ما كانتش لسه قدرت إنها تصمم الوحدة اللي هتهبط بها على الأمر زي بتاعت ناسا أما بالنسبة للصاروخ فروسيا كانت بدأت في تأجهي الصاروخ اسمه إن وان في حياة كوروليف إلا إن بموت كوروليف المشروع عانى وما استمرش وكان كل مرة يجووا يعملوا تجربة لإطلاق الصاروخ التجربة ما تنجحش والصاروخ ينفجر وعايز أقولك إن الانفجارات اللي حصلت للصاروخ إن وان من مادة ضخامته وقوته اتصنفت على إنها أكبر انفجارات غير نووية حصلت في التاريخ كله بس مع تفوق أمريكا في المرحلة دي في السباء روسيا وقفت مشروعها وفضلت المركبة سويوز عبارة عن مرحلتين بس وتم استخدامها في الرحلات القريبة من الأرض زي إطلاق الأعمار الصناعية وللتجارب والصيانات اللي بتتم في محطة الفضاء وخد بانك إن سويوز كمركبة ما فشلتش دي مصنفة على إنها واحدة من أنجح المركبات الفضائية وأكثرهم اعتمادية على مدار التاريخ كله لدرجة إنها تفوقت على المركبات الأحدث في الصناعة اللي عملتها الناسة بعد كده وبالنسبة للصاروخ إن وان فبعد فشل إطلاقه أكتر من مرة روسيا توقف المحاولات واتبع المحركات بتاعته فيما بعد للولايات المتحدة وتقرر إنها تلغي مشروع الهبوط على الأمر بالكامل لأن خلاص يعني ما عادش له جدوع بعدما أمريكا خلاص سبقت وما بقاش في أي فايدة من إنك تطلع إن صادع الأمر بتكاليف ضخمة لمجرد إنك بس تعمل بروبجاندا عالمية خصوصا وإننا عرفنا إن الروبوتات بتقدر إنها تعمل بنفس المهام اللي بتعملها البشر بل كمان بصورة أفضل وبتكاليف أقل وده كمان نفس السبب اللي خلى ناسة توقف الرحلات البشرية للأمر بعد مشروع أبولو ويكفي إن أقول لك إن مشروع أبولو مثلا تكلفته تجاوزة 250 مليار دولار بالأخذ في الاعتبار مقدار التضخم اللي حصل من وقتها والفلوس دي كلها اتصرفت بس عشان الانتصار المعنوي لأمريكا على روسيا لإنه زي ما قلت لك إن الروبوتات كانت تقدر تقوم بنفس المهام اللي بيقوم بها البشر وبتكلفة أقل بكتير ولو كنت معتقد إن مشروع أبولو بيختزل في أبولو 11 فقط تبقى غلطان أحب عرفك إن مشروع أبولو كان عبارة عن 17 رحلة للأمر ابتدت بأبولو واحد اللي اتحرقت أثناء اختبار المركبة وهي لسه موجودة على الأرض ومات جواها 3 رواد فضة كان من ضمنهم إدوايت أول أمريكي يعمل جولة خارج مركبة فضائية لو لسه فكروا من الحلقة اللي فاتت وبعد مشكلة أبولو واحد تتلغى أبولو اثنين وأبولو ثلاثة لحد ما يعملوا التحريات ويخلصوا التعديلات اللي المفروض تتم في المركبة ومن أبولو أربعة لحد أبولو عشرة كانت عبارة عن اختبارات بتجرة للمركبة والصاروخ في مدار حولين الأرض ومدار حولين الأمر وفي أبولو 11 تهبط أول رحلة بشرية على الأمر يليها أبولو 12 و13 و14 و15 و16 و17 وكل رحلة منهم كان بيبقى فيها اثنين رواد فضة بيهبطوا على الأمر بشكل فعلي معاد أبولو 13 اللي حصل فيها مشكلة ورجعت تاني قبل ما تعمل عملية الهبوط وبالتالي عدد البشر اللي دسوا فعليا على الأمر وصل ل 12 فرد وكانوا كلهم أمريكان إلا أنهم مخدوش نفس شهرة رواد أبولو 11 لأن كالعادة اللي سبق دايما هو اللي بيأكل النبأ حتى لو كان النبأ ده هو الهبوط على الأمر لكن برغم أننا أدراكنا أن رحلات البشر للأمر دي رحلات مكلفة جدا وأن الروبوتات بتقوم بيها بشكل أفضل من البشر وأن سباق الفضة نفسه انتهى من السبعينات إلا أن ناسا حاليا بتجاهز تاني عشان ترجع بالبشر للأمر من جديد بس ليه ناسا قررت أنها ترجع وتعمل تاني الموضوع ده وإزاي هتعمله هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام